بسم الله الرحمن الرحيم لا لا نستطيع أن نجاوب تقع على كل سؤال ولكن سئلة دي لكم جاء في القضية دي الحوادث السير وخاصة النقل المزدوج والنقل دي العامل الفلاحيين هذه القضية دي الامتحان النظري دي البنك الأسئلة التي تغير بصفة عامة الاستراتيجية الوطنية دي السلامة الطرقية مسألة دي النقل عبر تطبيقات نقطع لسفقة الرادارات حقيقة لا معنش بهذه رأيها مدقة خابعة لنقدر نجاوب عليها وفين وصلنا في القانون دي المقايسة وأيضا القضية دي الاحتجاجات دي المزادعين اللي ضررت بالنقل الدولي المغربي سنبدأ بالقضية دي الامتحان النظري لأنه هو موضوع الساعة هذا الامتحان النظري جديد ما خصناش نشوفه كامتحان هو حقيقة ورش دي الإصلاح دي المنظومة التعليمية ككل كيفاش الناس اللي تنعطيهم البيرمي تتعلموا يسوقوا وهذا بغير باش نذكر داخل في الاستراتيجية الوطنية دي 2017 اللي كانت مدنية على خمسة ديال الدعامات واحد الدعامة هي الدعامة اللي تتعلق بالعنصر البشري واللي فيها ثلاثة ديال الأوراش ورش ديال التكوين ورش ديال التحسيس وورش ديال المراقبة فهذا المشروع هذا راح بدأ في سنة 2020 تطبيقان للاستراتيجية الوطنية واستغرق تقريبا واحد سنتين ديال العمل داخل الوكلة الوطنية بعد ما تتحدد واستغرق تقريبا استغرق سنة ديال المفاوضات مع المؤسسات ديال التكوين اللي زوتوا يكل باش وصلنا العمل به يوم الاثنين الماضي النتائج ديال اليوم الأول بالطبع كانت جد ضائلة في النجاح هنا بغيت غنى يعني نقول للناس اللي دوزوا الانتحان هذك اليوم الاثنين بأنه هورا غادي تعطاهم الفرصة باش يعود يدوزوا الانتحان بلا ما يتحسب لهم هذك النهار لأنه يوم الاثنين كانت أول مرة استعمال ديال البنك وقمنا بتحليل ديال الأجوبة وفهمنا منين جاي الخالال وصلحنا واللغد له النسبة ديال النجاح طلعت الخمسة وثلاثين في المياه بارح وصلنا الاربعين في المياه كل نهارة نديره تقييم الوكلة تتعمل تقييم واليوم في الغالي بغادي نوصلوا الخمسة وخمسين في المياه من هنا لآخر الأسبوع قد نوصلوا للنتجات ديال النجاح المعتاد في النظاري قضية أخرى اللي قد نقول هو أنه هذا ماشي غير امتحان لأنه كان واحد المواكبة ديال التكوين من طرف الوكالة اللي وضعت منصة لتكوين لموضوع رهن الإشارة ديال المؤسسة ديال التعليم واللي قد يمكن أيضا المتحانين والمتدربين يستعملوها يا إما داخل المؤسسة يا إما عبر الحاسوب عندهم أو في سيبير أو أي حاجة وهدف هدف يعني تحسين تكوين باش سائق ماشي يكون تعرف غير شنو معنت البلاكات ديالستين ولا هنا شنو معنت سطوب ولا شنو هما المخالفات خصنا نبنيو واحد السائقين جدد نقولو اللي تفهمو منين جايين هاد القوانين ويكون عندهم واحد الفهم عميق ديال المسؤولية ديالهم وديال سلامة طرقية العوامل اللي تت يعني يمكن لها تأتر على على السلامة الطرقية الهدف بالطبع المنشور الأخير هو التقليص من حوادية السير في المغرب وهنا قدي نرجع للقضية ديال الاستراتيجية الاستراتيجية الوطنية كان عندها هدف طموح و في ظرف عشر سنوات تقليص بنصف المياه بخمسين في المياه بالنصف ديال عدد الموتى على الطرقات المغرب حقيقة هاد الهدف ما توصلنا لش يوم اللي تنتكلم فيه احنا في واحد الاستقرار ديال العدد ديال الموتى المغرب غير يعني بلادنا ما ما مطمئناش بهذا بهذا المستوى هذا وهذا غير يعني ما شو هو المغرب اللي بغينا لانه من لي تنشوف تصنيف ديال المغرب في السلامة الطرقية تنلقوا بانه المغرب مصنف في يعني ياما نصف تاني ديال الدول ياما بتقييم ديال هاد الاستراتيجية و تنقترب هاد الفرصة باش نقول بانه الوكالة راتتنجز حاليا دراسة ديال تقييم باش نقدرو ان يعني نصلحوا اخفاقات اللي كانت في الفطرة الاولى ونبقا ومتشبتين بهذا الهدف هذا ديال تقليص بالنصف ديال عدد الموتى الطرق يمكن ماشي فوضون 26 كيف كان تبغيها الاستراتيجية اللولى بحيث انه خمس سنين اللولى ما توصلنا شي للنتيجة ولكن في وضونا 2030 و2030 هو التاريخ اللي دوليا الوامس تتق بغية يعني توصل لهذا الهدف ايضا بالنسبة للتطبيقات المشكلة ديال التطبيقات المشكل يعني ديال تقنين ديال النقل عبر التطبيقات تقنين ديال النقل عبر التطبيقات ما يمكننا نقوم به الا ليكونوا جميع المتدخلين في النقل الجماعي من سيارة اجراء كبيرة صغيرة من حافلات مستعدين باش هذا النقل هذا يدخل السوق سنعرف بانه المنظومة ديال النقل ديالنا في المغرب عندها خصوصيات والتاكسيات الكبر والتاكسيات الصغيرة تقوم وعد الحينما جد مهمة بالنسبة للمواطنين المغاربة لانه هم هم باش باش نطلق في واحد الدراسة اللي متعلقة بالوضع واحد تصور مستقبالي ديال التنقلات على المستوى المملكة ككل وضمن يعني الحلول او القضايا اللي غادي ينزل بها هاد الميطاق هو كيفاش بغينا نتعاملوا مع هاد الطرق الجديدة ديال التنقل ولا سيما داخل المدار الحضاري بالنسبة لقانون المقايسة قانون المقايسة عند الامانة العامة اذن هدا تتبع المسطرة دياله ما يمكن لش نقول شي حاجة اخرى اكثر منها بالنسبة للنقل المزدوج النقل المزدوج والحوادث ديال النقل العمومي ككل هو الحوادث ديال النقل العمومي تتكون جد مؤلمة لانه فاجعات جماعية تيموت فيها بزاف ديال الناس وانا بالطبع تنتقلم وهذه المناسبة يعني تنعزي الموتدين على الطرق كل يوم وتنطلب بالشفاء العجل لجميع الناس اللي تتصاب وهذا هو اللي تبين الأهمية على سبيل المثال ديال اعادة الهكالة ديال التكوين لانه العامل البشري هو العامل الاقوى اللي تأطر على السلامة الطرقية بالنسبة للنقل المزدوج المغرب خداوح تتوجه واضح في ما يخص الجهوية المتقدمة تنقلات داخل الجهات من اختصاصات الجهات لأنه هي الأقرب لإشكالات ديال المواطنين في التنقلات الجهوية والنقل المزدوج من ضمن أو النقل داخل المناطق القراوية من تنقلون النقل المزدوج النقل العمومي داخل المناطق القراوية ضمن وسائل النقل اللي تأطر من طرف الجهات وبالطبع تتبقى الوزارة يعني مستعدة باش تواكب الجهات باش تلقى الحلول ديال التنقل ديال المواطنين داخل الجهات هذا النقل المزدوج هذا تخلق في 82 لواحد المغرب ديال 1982 وحل وحد العدد ديال المشاكين اليوم ما بقاش يعني تشكل الحل الأنسب للتنقل في هاد المناطق أما بالنسبة للحوادث ديال هاد النوع ديال النقل هي ما يعني ما مختلفاش عن الحوادث الأخرى غير انه هادي تكون فيها بزاف ديال الناس اللي تكون راكبين وبالطبع تتكون جد مؤلمة تتبقى القضية ديال السلامة الطرقية في المغرب قضية مشكلة شمولية وخص حل متكامل ونرجع غير الأعميدة ديال الاستراتيجية الوطنية باش نذكرها كاينين خمسة كاين تحسين الأمن ديال البنية تحتيات طرقية تحسين الأمن ديال المركبات تحسين تصرف ديال المستعملين ديال الطرق عبر ثلاثة ديال الأوراش لين هما الورش ديال التكوين الورش ديال التحسيس والورش ديال المراقبة العمود الرابع هو تدخل بعد الحوادث والخاميس هو حكامة التدبير بشكل عام فهذا الاستراتيجية حنا تتعملوا عليها باش نفعلوها وتعطي النتائج ديالها تعطي النتائج ديالها بالنسبة الجميع المستعملين ديال الطريق ومنهم بالطبع النقل الجماعي وفي القاضية ديال النقل الجماعي بغي نقول حاجة أخرى تنعتمدوا على جوج الحوايج جد مهمة أولا تكوين ديال السائقين مش يغل لي عنده البيرميت يقوم بالنقل الجماعي باش يعرف المسؤولية دياله لأنه هذوك الناس اللي يراكبين معاه مواطنين مسؤول عليهم والقضية التانية هم أنه العربات أو المركبات اللي تستعمل للنقل الجماعي راتة تمشي للفحص تقني كل 6 شهور وحد العدد ديال الحوادث اللي تتجي واللي تتشوفون أنتم يعني كصحفيين اللي تتوقع وتتنسب النقل المزدوج هي غالبا ما تتكونش نقل المزدوج تتكون عربات غير مؤهلة وغير مرخص لها قانونا باش نقل الناس وتنطيحو ذاك الكواريت وهنا بالطبع المطلوب هو شديد المراقبة على هذا النقل هذا الغير المقنع الغير الشرعي من طرف يعني المراقبين ديال الوزارة من جي ولكن أيضا من طرف درك الملكي وقضية أخرى أيضا النقل المزدوج انتظارا للتدخل ديال الجهات في كل جهة باش تبني البرامج ديال ها ديال تنقلات داخل الجهة فالوزارة تدعم تحديد ديال المركبات وهذا السنة إن شاء الله غادي نزيدو في القيمة ديال هاداك الدعم بما يقارب عشر ديال المليون ديال السنتيم لكل مركبة تجددت كانت جديدة أو تجددت بشي وحدة اللي عندها قبل المنسبة سنين القاضية ديال المزارعين وديال النقل الدولي احنا حقيقة كوزارة بالطبع تنتبعوا وحنا الباب ديال نفتوح المقاولة ديال النقل الدولي اللي تضرط مع المشكلة هادي ولكن هاد الساعة الحل ديال ضرر اللي وصلهم تتدبر مع القطاع الخاص فيما يخص تأمينات ديال النقالة اللي علوم هاد المشاكل تنظر انني رديت على جب أقول له شكرا